علماني جداً، أظهر تديونه لكي يتم اعتباره شخصية مهمة في تاريخ العرب لم يكن يملك أسلحة دمار شامل قبل غزو بوش للعراق ولم تكن له علاقة بالقاعدة، بل كان لا يؤمن بأيديولوجيتها ولا يحب زعيمها إنه الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين برواية كتاب المحقق الأمريكي جورج بيرو الذي استجوابه عقب غزو العراق قبل عقدين من الزمن سبعة أشهر من الاستجواب ولساعة يومياً، فترة طويلة كانت كفيلة لتفصح لعميل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عما يدور في ذهن صدام حسين بيرو قال إنه لعب على حبل الزمن بعدها أسر صدام حسين أن همه الأكبر لم يكن الولايات المتحدة ولا إسرائيل بل كان إيران لذلك كان يدعي أنه يمتلك أسلحة دمار شامل أو كان غامضاً بشأنها لردع الإيرانيين عن غزو العراق المحقق الأمريكي أفصح أيضاً أن صدام حسين لم يكن متفاجئاً من غزو الولايات المتحدة للعراق فقد أدرك أن الحرب حتمية بحلول أكتوبر أو نوفمبر من العام 2002 بيرو تحدث أيضاً مع صدام حسين عن روايته زبيب والملك التي صدرت سنة 2000 قائلاً إنها تشبيه منه لحال الشعب العراقي والقوة الأمريكية وصدام الملك المنقذ المحقق الأمريكي خلص إلى أن أحد أكبر إخفاقات الولايات المتحدة تفكيك الجيش العراقي فالعراق الآن بحاجة لرجل يضع البلد في أولوياته وهو ما فعله صدام حسين يقول المحقق جورج بيرو بلال البجديني العربية